ترجمة نانسي قنقر بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والاستفادة المثلى من التقنيات والأنظمة الحديثة من أجل تحسين وتسهيل الإجراءات على المراجعين بدأت وزارة التنمية الاجتماعية العمل من خلال نظام مواعيد الوطني لحجز المواعيد لتقديم كافة خدمتها وفق أعلى مستويات المسؤولية والاهتمام طبعا تهتم وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين عملنا من خلال فريق في الوزارة أن نحن نحرص على تحقيق أهداف توفرها يشيحك المراجعين بحيث أنه من يدخل المركز يكون مرتاح جميع الأمور متوفرة له بما فيها نظام يسهل عليه عملية أخذ موعد ويطلع من المركز وهو كسب وقت وجهد كفاية الحمد لله قدرنا ندشن نظام الوطني المواعيد في الوقت المناسب صار فيه نظام سهل ممكن المواطن ينزل على موبايله على التلفون النقال سهل الاستخدام متوفرة في كل البيانات ويتيح له أنه يسجل حق موعد بالوقت اللي ناسبه بالموعد اللي ناسبه يحضر ويكسب وقت يخلص خدمته وهو مرتاح نحن دورنا كإدارة موعد بشرية ومالية في وزارة الاجتماعية هي دعم الإدارات المقدمة للخدمة من خلال تسهيل جميع الظروف والسبل لهم لتقديم الخدمة بشكل مطلوب من خلال توفير المورد البشرية وتجهيز الخدمات اللوجستية وغيرهم الأمور التي تساهم وتساعد في تقديم الخدمة على أكمل وجه هذا النظام أسهم في تنظيم سير العمل داخل مراكز الخدمة وتوفير الوقت والجهد على جميع العملاء وتفادي الانتظار بجانب المساعدة على تحسين جودة الخدمة وسرعة وصول المواطنين والمقيمين للخدمات الحكومية طبعا الخدمة ستسهل وغير على المراجعين للمركز من حيث استقلال الوقت بحيث يحجزون الموعد عبر التطبيق وهي أفضل من انتظار في الطوابير الطويلة يعني يعني ما شاء الله دقائق معدولة خلصنا ما شاء الله وزارة التنمية الاجتماعية تتيح من خلال نظام مواعيد مرونة كبيرة في اختيار الخدمات والأوقات وتؤكد من خلال عملها الدائم استمرارها في مواكبة التغيرات الإيجابية في التحول الرقمي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين جهود كبيرة تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية وخصوصا في المجال الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية في نظام مواعيد لتقدم خدمة جديدة وميسرة للمستفيدين شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحري شكرا للمشاهدة